موسى نحن عندما نذبح الذبائح في مناسبة الزيارة الأربعين في يوم عاشوراء يوم السابع الخاص بأب الفضل العباس هذه الذبائح أغلبها نذر لله لأن النذر لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى لكن النذر يكون باسم الإمام الحسين سلام الله عليه كما أنه يكون النذر باسم رسول الله باسم أهل البيت هذا لا يعد أن هذه الذبائح حرام كما يقول البعض من المتطرفين الذين لا يعرفون الإسلام ولا يفهمون الفقه وليس لهم دراية ولا تفقه في الدين يقول لبعض الشباب أنه سألت أحدهم أن يأكل قال لا هذا ذبح لغير الله فلا يجوز أكله طيب كيف ذبح لغير الله ما هو الذابح الذي ذبح ذبيحة مسلم ووجهها على القبلة وذكر اسم الله عليها وفر الأوداج الأربعة وهي نذر لله تبارك وتعالى لكن باسم الإمام الحسين يعني ذبحها لله تكريما للإمام الحسين لإحياء ذكرها وإذا كان هذا الذبح حرام فمعناه كل الذبائح في السوق ما نستطيع أن نأكلها لأنه الذابح يذبح للناس وليس لله يذبح للناس فكيف أنت تأخذ من السوق وتأكل هو الذابح الذي يذبح مسلم يذكر اسم الله وكله مما ذكر اسم الله عليه هذه المسألة يجب أن نلتفت إليها أحبتي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة